أرحب بكم في هذا اللقاء الخاص مع المبعوث الأمريكي الخاص عن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش السيد إيان مكي سيد إيان رحبك في هذا اللقاء بداية مستر مكي ما هي النقاط التي تبحثونها اليوم في هذا الاجتماع أعقدنا مؤتمر مهم جدا مستوى تمثيل عالي عندنا أكثر من خمسة وطلاثين وزير خارجية وأيضاً يعني عدد من المسؤولين نقاشنا اليوم تبعا على آخر تطورات بنسبة للأنشطة المشتركة لمكافحة داعش في بعض المناطق يعني طبعاً في أصلاً في العراق والسوريا وأيضاً في إفريقيا وأيضاً في أسيا الوسطى نحن نعلم بأنه بات أضعف بسوريا والعراق ولكن هو بات أقوى في إفريقيا وما يسمونه ولاية خرسان ما حجم تحديد داعش اليوم وخطر داعش علينا اليوم في المناطق التي كانت فيها والمناطق الأخرى؟ دربتي نقطة مهمة أن تنظيم داعش أصبح أضعف بكثير في سوريا والعراق فالتحدي في سوريا والعراق حالياً أصبح تحدي إنساني أكثر مما هو حرب أو عسكرية لكن أنتم دائماً تدعون لدول لسحب رعاياها الموجودين بالمخيمات والسجون واليوم وزير الداخلي الخارجي الأمريكي أيضاً شدد على هذا الموضوع وحذر من أن الفشل فيه قد يعيد تنظيم داعش لكن ما هي الخطوات حتى الآن التي قمتم بها؟ فالإراق يستقبل شهرياً أدد من مواتنيها ولكن أيضاً كان هناك عمليات لعودة عائلات من شمال أمريكا من أوروبا الغربية يعني هناك إقبال أكبر في كل الدول يعني لايساً كلهم يعني مقتنعين ميا بو ميا حالياً ولكن يعني تيار إجابي في هذا المشال اليوم وزير الداخلي الخارجي الأمريكي يتروني بو ميا وطماني وعربيين مليون دولار ولكن هناك أدد من الدول إثنية كمان لن نعرف أنهم سوف يمولوا بميات المليون دولار هناك إقبال يحققية لتحسين الخدمات الإنسانية داخل مخيم الحل هناك خطة عمو بين دولة حلف وأيضاً بشراكة مع الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية خاصة. هناك خطة للقيام بإيادة تصميم المخيم بتوفير خدمات تعليمية وخدمات أيضاً لإيادة تأهيل. هل ما زال تنظيم داعش محكم هيكلياً؟ هل ما زال له قيادة مركزية؟ أم أنه بات نوعاً ما هيك مقسم وقياداته غير مرتبطة ببعضه؟ لم يعد لديه مركزية كما في السابق. ما زال هناك بعض الشبكات ولكن فققنا الكثير من الشبكات فأصبح طبعاً تنظيم أضاف بكثير. ومنقسم وتحت الستار. أنت تحدثت عن ما أنا أود الوصول إليه بأنه انقسم. هل بدنا نتحدث فقط عن تنظيم داعش؟ أم بدنا نتحدث عن تنظيمات جديدة؟ في أفريقيا رأينا يعني ظهور إصابات أغلبتها يعني إصابات إجرامية تبنوا الإديولوجيا الخبيثة لداعش وقاموا بنفس النوع من الجرائم. اجتماعنا في عاصمة جمهورية نجير منذ شهرين ورقبنا أو ألفنا خطة عمل فاليوم السادة والسيدات الوزراء صدقوا على خطة العمل وكما قلت يعني خطة العمل تعطي بالخطوط عريضة طرق للتحسين قدرات الدول الإفريقية لحتى يعني يحموا شعوبهم من تحديد تحديد أناصر داعش الموجودة في أفريقيا. نعم بما أننا نتحدث عن أفريقيا ما مدى الخشية من أن يتزايد النشاط الإرهابي بأفريقيا مع الأزمة التي تمر بها السودان لأننا نعلم بأن السودان كان هو ممر للكثير من الإرهابيين من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وبالعكس. طبعا الذي حصل في السودان ممكن نعتبره مأساة وأيضا يثير القلق من وشهة نظر إنساني ولكن أيضا من وشهة نظر أمني. فسوف نتابع هذا الموضوع بالتأكيد. هذا التنظيم حاليا صار منتشر. من أين يحصل على تمويله رغم كل ما قمتم به لتشفيف منابع تمويله؟ كيف يحصل على التسليح؟ من أمارو فينو تنظيمتاش تعتمد عند أصليب للحصول على أموال يلتجو إلى الاختطاف من قبل الفدية يلتجو إلى التجارة في المخدرات كمان التجارة في البشر وكمان جريمة العديا سرقة أنتم أصليب للتمويل ولكن هناك أيضا حقا قوي جوات التحالف الدولي لمنع تدفق الأموال إلى التنظيم داش واجتمع أمس هنا في رياض مجموعة عمل للتحالف والذي يركز على منع تمويل للإرحابيين فاتفقوا على بعض الإشراءات الفنية والتعاون مع البنوك والخدمات إرسال الأموال هل ما يزال التنظيم باستطاعته التجنيد كما في السابق وما مدى تأثير الذكاء الاصطناعي أو ما مدى قدرته على استخدام هذا الذكاء الاصطناعي والتيك توك وغيره من أيضا تجنيد أناس جدد نعم هذا الموضوع يحتاج إلى الدراسة والمراقبة ففعلا نراكب هذا الأمر وهناك حوار بين دول التحالف الدولي وشركات للتواصل الاجتماعي لماذا التركيز فقط على تنظيم داعش وليس على تنظيمات أخرى كالقاعدة وغيره رغم تواجدة بالمناطق أيضا الموجودة في تنظيم داعش التحالف من أوصى التحالفات في تاريخ العالم هناك 86 دولة ولكن طبعا القدرات أو الإمكانيات التي تستفيد منها الدول للمكافحة الداش قد تستمر ضد منظمات إرحابية ثانية أستاذ إيان شكرا لك شكرا على هذا اللقاء مشاهدين نشكر لكم متابعتكم وإلى اللقاء لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر